أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من علاقات متينة وراسخة ومستويات متقدمة من التعاون المتميز على كافة الأصعد وبخاصة العسكري والدفاعي منها مشيرا إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا على مواصلة تعزيز مسارات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموي حفظه الله بقاعدة الاسخيرة الجوية اليوم بحضور عدد من أصحاب السموي والمعالي من كبار المسؤولين الفريق أول طيار ظهير أحمد بابرسيدو رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 حيث رحب سموه به واشاد بمشاركة فريق القوات الجوية الباكستانية إلى جانب الفرق الأخرى من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض التي تعد مشاركتهم الفاعلة إحدى أسس نجاح معرض الطيران وتعبيرا عما يجمع مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة والصديقة من علاقات مميزة ونيابتان عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه وتقديرا من جلالته لجهود رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الجوية الباكستانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجال العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين الشقيقين فقد تفضل صاحب السموه الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتسليم رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية الباكستانية وسام البحرين من الدرجة الأولى وخلال اللقاء تم ساراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البحرين وباكستان بما يحقق الأهداف المشتركة منوها سموه بدور جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة من جانب عرب رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عن بلغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بتفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى مشيدا بالحرص الذي يليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في المجالات المختلفة خاصة العسكري والدفاعي منها متمنيا للبحرين دوام التقدم والازدهار